اقام المكتب التجاري لتايوان في الكويت حفلا حضره العديد من البعثات الدبلوماسية حيث اكد رئيس المكتب هوا ويمو على متانة العلاقات الثنائية بين الكويت وتايوان حجم التبادل التجاري بين الكويت وتايوان بلغ 3 مليار و700 مليون دولار خلال العام الماضي وذلك بعد ان اصبحت الكويت ثاني مصدر للنفط الى تايوان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال العام الجاري بنسبة 43% واصبحت تايوان خامس وجهة سياحية للمسلمين وفق ترتيب ماستر كارد ولتعزيز العلاقات مع الكويت فتحت تايوان نظام التأشير الالكتروني للمواطنين حيث لا يستغرق الحصول عليها سوى يوم واحد مما سمح بارتفاع عدد السياح الكويتيين الى تايوان بنسبة 32% هذا العام